مثلاً في حدا أو يلا خلينا نقول مرحلة هو معنو سري يعني أصلاً كنت جايق لك يا أنت أول واحد تعرف سنة تسعة وتسعين أنا شغلت مع الأستاذ ياسر العظمي ومن التسعة وتسعين لهلأ تخيل أنه أنا ما شفته ولا حكيت معه ولا صار أي تواصل بيني وبينه من يومين تلاتة بيقلي تليفون من دبي وبيقلي أنه أنا متابعك وفخور فيك كتير وبيصرني وبيشرفني ومعرف شو أنه تكون مسلسل السنون حلو فما بتخيل شو مبسطت وقال لي أنه متابعك وعم شوفك وهي معناته حتى هدول العالم عم بيشوفوني أكيد يعني ما بالضرورة يكونوا عاملين لي فولو بس يعني إلا ما تزمط له هيك الصورة يعني الخبر هلأ الخبر المهم أنه أنت موجودة بمسلسل الأستاذ ياسر العظمي الجديد شو توقعاتك لهذا المسلسل لأنه الناس ناطرته يعني العظمي اسم عظيم وكبير كثير وكل جمهور ناطره بس بنفس الوقت ناطرينه بيترقب ومعقول ما يكون على قدر التوقعات معقول ما يكون مثل ما على أد مننا مشتائين له خايفين لأنه الجزء الأخير من مرايا لم يحقق النجاح ويمكني كانت الحرب كمان في بداياتها وتصور خارج سوريا فقط كثير من عوامل القوة اللي كانت موجودة بأجزاءه الماضية كيف بتشوفي عودة ياسر العظمي في هذا المسلسل وهل ممكن تحطي أي شروط أم أنه لمجرد أنه نكون موجودين بمسلسل ياسر العظمي فمستعدين نتنازل عن كتير أمور شوف هلأ كونه الأستاذ ياسر فكر فيني حتى ولو لأني موجودة بدبي مع أنه عنده خيارات كتير فهذا الشي بيشرفني أكيد وبيسعدني أني أنا أكون معه فما اشترطت ولا شيء يعني لدرجة قلت لهم أنا بالشام بوصل الخميس هنا مفايتين تصوير الخميس حطولي أوردر الجمعة يعني أنا بسافر بكرة بصور بعد بكرة لهالدرجة وما حكيت ولا كلمة هلأ بخصوص العمل أريت لهلأ أنا تقريبا شي 12 حلقة العمل كتير لطيف حتى حلقاته مانا طويلة يعني وبتخيل يعني الأستاذ ياسر ما بنخاف عليه يعني هو أصلا شخصية طريفة هيك وقريبة كتير للألم هو العمل على نظام مرايا مفصل عمل مسلسل لايت كوميدي متصل والكاركترات نفسها من أول حلقة لآخر وفي شخصيات رئيسية حتكون وفي ضيوف رح يدخلوا على العمل تغيير مرايا هاي أول مرة ياسر العظمي ما بيقدم مرايا يعني أصلا ما برفق إذا عامل مسلسلات غير مرايا يمكن ببداياته شارك بشي غير مرايا بس كنت توقعي استقبال الجمهور رح يكون أنه اليوم عم يؤدي شخصية هلأ كونه العمل أول شغلة كتابة الأستاذ ياسر فهو حاطت فيه الأشياء اللي بيعتبرها أكيد ومتأكد أنه هي رح تلفت نظر الجمهور يعني أنا عم بقول لك من اللي قرأته فيه شي كتير لطيف هو لايت كوميدي مهدوم هيك وقريب للقلب مشترك فيه ممثلين عرب مو بس من سوريا